السلام عليكم ورحمة الله أنا جوزي سيبني من سنة ومش بيصرف علي ولا على ابنه وأنا كنت شايلة البيت كله من مصاريف إيجار أنا لو طلبت الطلاق منه كده أنا غلطانة هو الأحسن أن أنت تطلبي الإصلاح بينكم منتو الاتنين أن يكون هناك إصلاح بينكم اتنين فأنا شايف أن أنت بتسأليني أعمل إيه لو تبنى السؤال اللي أنت بتسألوه دي أعمل إيه فأنا شايف أن الإجابة عندنا خطوطين الخطوة الأولى أن احنا نجلس معا ونتحاور يبقى أول حاجة سنجلس ونتحاور الحاجة التانية سنأتي ببعض الحكماء ويكلموه على أنه يتق الله لأن اللي هو بيعمله ده داخل فيه أعظم الإثم إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول فهذا من تضيعه من يعول وهذا فيه حرمة عظيمة طيب الحياة التانية بعد ما نشوف حد يجمعنا ويصلح بيننا ما وصلناش ده نذهب إلى الخبراء نذهب إلى الرشاد الزواجي عشان يصلح بيننا يبقى الثلاث خطوات دي قبل ما نروح للإطلاق